السلام ومرحبا بكم هذا مهدي يحييكم ومرحبا بكم على قناة سبوري نيوز هاش اام نهائي كأسر بالتبطال افريقيا الترجي رادي التونسي الاهلي المصري في نهائي انتظروا جميعا منذ مدة الترجي والاهلي يعودان لنهائي بعد نهائي 2018 وكانت الغلب على الترجي باضرب يا بدري بعد ذهب ثلاثة واحد والشرف يعني كان هو بطلة اللقاء كنا نذكروا الفارش عمله حكم المباراة شعمل في الترجي رادي التونسي برشا ايسو قالوا ان الكأس ذهب الى الاهرة وترجي بنتج ثلاثة هداف مقابل الواحد صعيب شرجة مع الاهلي المصري في رادس ولكن بعزيمة الرجال وبإرادة قوية تمكن ترجي رادي التونسي من روين مونتادة تاريخية ثلاثة هداف مقابل السفر افتتحها سعد بقير في نهاية الشرط الاول ورأسية بعد توسيعها من سامحة لديربالي هدفين مقابل سفر وابا بدري لعبنا المتميز الا ان يختم سلسلة الاهداف بهدف رائع دي الكرة من وسط الميدان ومشي بيها الى الحارس وتزديد ما يعرف سرها كان هو ليختم بي اضرب بيا بدري لعصام الشوالي اللي بقات بصمة وطابع في ذهن كل ترجيوي واهلاوي كذلك وبقات اليوم الناس كل تتندر بها تلاثة اداف مقابل سفر والترجي رادي تونسي يتحصل على كأس ربيت الابطال الافريقي عدد تلاثة في تاريخه تاريخ كبير معاك يا ترجي فرحتنا من اربعة وتسعين واحنا نتبع في سلسلة انتصاراتك في كأس ربيت الابطال الافريقية اربعة وتسعين بالها الله يرحمه وكنا نذكره الهدف الثالث كيفاش كاركر يعني ديفونسور الزمالك الله يرحمك يا بالها فرحت الملايين المباراة دي كما ما تتنساش يعني كانت بقيادة فوزي البنزارتي اول كأس افريقية اول كأس ربيت الابطال الافريقية يعني تكون في رصيدة تاريخ الرادي التونسي بعد 2018 ضد الاهلي 2019 ضد الوداد واقبلهم 2011 كذلك ضد الوداد مني جناسي وان شاء الله سنة 2024 تكون النجمة الخامسة متروزة على زي تاريخ الرادي التونسي بصراحة واحد على عصابه جمعة كاملة هو يصنف اللقاء هذي ثمانية متع الليل كلنا يعني سواء التاريخين الموجودين في الملعب اولي موجودين خلف الشاشة ينصرون على تاريخ الرادي التونسي وينادون بالانتصار ان شاء الله مربوحة وان شاء الله الخامسة ان شاء الله يا ربي شاء الله يا ربي تاريخ كمبيوني شاء الله يا ربي شاء الله يا ربي ترجي كامبيوني بصراحة قد ما نحكي قد ما نقول من الجمشن جزي يعني قيمة هذا الفريق العريق ببسويقة 1919 تاريخ يعني اول فريق تونسي ودخل الكأس الافريقي لتونس سنة 1994 تاريخي ردي التونسي ديما مشرف في تونس ديما معالي الرأي التونسية عاليا في السماء إن شاء الله غدا تكون يعني هذه المقدمة من ملعب رادس نحييكم تاريخي ردي التونسي في لقاء نهائي كأسرة بالتبطال افريقيا أمام النجم السحلي عفوا أمام الأهل المصري التاريخي في النهائي يعني الملعب كل أعلم حمراء وصفراء وعالم الرأي التونسية العالم التونسي الذي كلنا نفتخر به كل التونسيين وراء التراجي إلى البعض القليل اللي عندهم يعني نقطة سوداء في قلبهم إن شاء الله جنهار وتنظاف جمهير رائعة دخل ولا أروع الأهل المصري حاضر هنا يعني هناك جمهير تسنده تاريخ وقوة هذا النادي اللي يعتبر الأكثر تتويجاً في القارة على مستوى كأسرة بالتأبطال لأفريقيا فريق عنده خينته ونحن نحترموه وعلاقة الأخوة بين تراجي رياضي التونسي والأهل المصري واضحة من استقبال حمد المدب لرئيس مجلس إدارة الأهل المصري الخطيب والكل لعبين وشوفناه كيفاش حتى على علي معلولة سلم عليه وستناه حتى يهبط ملكار وسلم عليه بما أنه تونسي واحنا نتشرفوا بعلي معلولة وبقاء وشنو قاعد يقدم فيه مع الأهل المصري وإذا شرف لكل تونسي كي يبدأ الأمر متعلق بتونسي تمتحي كل الألوان ما نشوفوك النجمة والهلال فشكراً لعلي معلولة كل ما قدموا ولي تشريفوا للرايا الوطنية نرجع للقاء ترجل رياضي التونسي في حراسة المرمى مميش في وسط الدفاع ياسين مرياح إلى جنب الجزائري تقايا على اللي سار بن حميد العالمين محمد بن علي في وسط الميدان كل من أهلو وحسام تقايا إضافة إلى الشعلالي قائد الفريق في الهجوم كل من البرازيليين يعني الساس ورودريغو رودريغيز وكذلك الجزائري حسام الدين غشا تمتلق المبارات وتزديد ولا أرواع وحارس المرمى الأهلية يتألق ترجي قاعد مسيطرة على اللقاء وقاعد ضغط على الأهلية المصري غلطة غلطة في اللقس متاع الأهلية المصري والهدف الأول عن طريق رودريغو رودريغيز إن شاء الله يكون هذا السيناريو يصير في الملعب يعني واحد يحاول يندمج مع المبارات برش أحاسيس صراحة أعذروني يعني على هل اللي عملته ولا يعني هل الدخل ويتمنيها كل ترجي أن ترجي رادي التونسي يسجل منذ البداية مشاعر وأحاسيس مختلطة إن شاء الله هذا الترجي يكون في أحسن حالاته إن شاء الله نشوفوا مباراة رايعة نتبع على الفيسبوك ونشوف في جماهير الترجي رادي التونسي من الجنوب إلى الشمال قازين رادس لتشجيع ومساندة الترجي رادي التونسي عديدة هي جماهير تنشوف فيديو نقاش فيديو نحطه لكم باش تشوف تاخذوا فكرة على شنو قاعد يصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل من رئيسة الجمهورية لرئيسة حكومة إلى الأمن كل يوقف لإنجاح هذا العرس الإفريقي إن شاء الله هالترجي يقدم مباراة رايعة وتكون نتيجة إيجابية باش كي مش نلعبوا ضد الأهلية المصرية في القاهرة تكون النتيجة مطمئنة ويعرف كيفاش يسير ترجي رياضي التونسي مبارته على مدة تسعين دقيقة وإن شاء الله كأس ترجع مع ترجي رياضي التونسي برشة كلام وبرشة أحاسيس صراحة واحد نسي برشة كلام ومعاش يعرف شنو يقول بصراحة واحد على عصابه ننسى نوفر ثمانية بدقيقة ودرجة إن شاء الله تتعدى المباراة الكي ما يزم كي ما نتمنى والأهلية المصرية كان جاء لتونس وعجبوا الاستقبال اللي فرهوا له ترجي رياضي التونسي وتدرب يعني وكانت له حصة تدريبية أمس على عشب رادس تحذيرا للقاء اليوم تكاهنات صعيبة في مباراة كي ما هذية ما تجمش تتكاهن شكوننا بش يربحها برشة حكيوا على خالد تويت وشنو الكلام اللي قالوا كيفاش انو بش يتفرج في المباراة ويتمنى انو الاهلي وبش يشجع الاهلي المصري ما عاش تحب نحكي في الكلام هذية خاطر بصراحة عباد كي من هكي واحد ما رجعش عليهم والغلطة في الاعلام اللي يستضيف فيهم خاطر هادوما الناس بش يكونوا اكزامبل برش عباد لي نورما ما تكون الروابط بناتنا اقوى من كلام كي من هكي خاطر كما العادة كي ما قلت اقبل ترجي يمثل تونس بمثالش اي بلد اخر ومثل هذه التصرفات مشانة ومدانة وهذه نجم قولوا عليها ما غير ما نعطيوها قيمة اكتر من قيمتها نحن نتوفر حنينا اللي ترجي وصل لها للنهائي وكش كون كان ينتظر الترجي في النهائي قبل من قيمة فنية عالية باش ينفس كل الفرق اللي باش تجي معاها ثم فرق اوروبية ذو مستوى عالي كما ريال مدريد كما شستر سيتي والبقية يعني هذا هو ان شاء الله حظ موفق الترجي الذي تونسي ونحكيهم بعد المباراة وكونوا ربحين وان شاء الله افراح ديما موجودة في العائلة الترجية انا مبقى لك نقولكم هذا مهدي يحييكم الى اللقاء في فيديوهات اخرى الى اللقاء